زال أزمة العطش الحد تضرب بشدة ولاية سوغهراس أين يضطر السكان شراء الماء بأسعار خيالية أو يجلبونه من مناطق جبلية التفاصيل نتابعها مع محمد بن كموخ وحميد عواتي ما يحدث بسوغهراس هذه الأيام لم يعيشه السكان منذ الاستقلال أزمة خانقة في التزود بالماء الشروب وضعية دفعة العائلات إلى كراء صهر جنمية أو التوجه جماعيا أو فرادا إلى أن ينبيع المتشر في الجبال أو على شريط الحدودي مع تونس الجميع في رحلة البحث عن الماء والمفارقة أن حتى القطارات التي تصل المنازل مشكوك في مدى صلاحيتها كانت تجينا العين نهار بعد نهار والنهار وجيه ثلاثة يام وجيه ذلك أنا عدنا بسبع أيام بثمانية أيام بأجينا العين ذلك فيت شهر ما شربنيش مايش خلاص أنا قاعد نقل بطن ما بيتع يوم إيدينا طابت ما كانش خلاص الماء روما كانش فجأت عنه وضل وطلع أنا في ثلاثة أشفر والله مجرد روحوا نعمروا من الويدان نابطوا تقريب التونس كما كالكسيد نجيبوا الماء وندوجوا بندون دي جور بشي جي مرة في السمانة في الشهر عاشر أيام بشي جينا مرة 25 يوم بال20 يوم مكانش الباراج ومكانش في 5 أنا كرحنا من الأزمة عن ما هذه خالية أزمة نصبت على مستوى ولاية سوق هراس لمتابعة الوضع خاصة أن منصوب سيد عين الدليا الذي يزود ثلاث ولايات شرقية تراجع منصوبه بشكل كبير سجيل عملية استعجالية هي إنجاز جملة من الآبار على ضفاف الواد الموجود في المنطقة ولاد مومن وصيد فارج وكذا سيتم أيضا تزويد المنطقة بمحطة معالجة المياه سد عين الدليا الذي كان في وقت قريب مفخرة الشرق الجزائري جفع وأدى إلى نفوق الأسماك في مشاهد صادمة لا تحتاج لأي تعليق